اطلقت ادارة الاستخبارات الروسية في فبراير من العام 2014 حملة تضليل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بهدف النيل من سمعة السلطات الاوكرانية ومنظمات المجتمع المدني التي شاركت في ثورة الميدان صحيفة واشنطن بوست نشرت بيانات جديدة تشير الى تقارير رسمية بهذا الصدد جاء فيها انه بعد يوم واحد من هروب الرئيس فيكتور يانوكوفيتش استحدثت دائرة الاستخبارات الروسية حسابات وهمية لمواطنين اوكرانيين عبروا بحسب زعمهم عن خيبة املهم بثورة الكرامة والسلطات الاوكرانية كما وعبروا ايضا عن التهديد الذي يتعرض له سكان القرن من قبل المنظمات اليمينية وتشير الصحيفة الى ان الكريملين لا يزال ينتهج سياسة ترويج الدعاية المضللة بحق اوكرانيا ويدفع المال للمجموعات التي تمارس هذا الامر